اشتركوا في القناة ونستكمل اليوم الدرس الجديد بعنوان التمثيل بالصندوق وطرفيه والتمثيل بالصندوق وطرفيه شباب هو عبارة عن استكمال الدرس السابق اي كل البيانات اللي احنا قدناها في الدرس السابق هنحتاجها النهاردة في درس التمثيل بالصندوق وطرفيه واللاحظ حتى وهو في كتاب الطالب هو بيقول لي استعد لهذا المثال وبيسألني ها عن الربيع الادنى الربيع الاعلى الوسيط القيمة المتطرفة وكل ده خدنا الحصة الماضية تعال كده نشوفه فيه المثال المحلول جدامي اهوت بيقول لي ان انا بعد ما امثل اجيب القيم الربيع الاعلى وربيع الادنى هنخلي طرف هنا الادنى وهنا الربيع الاعلى والوسيط هيكون داخل الصندوق هنجفل الصندوق على الثلاث بيانات اللي احنا خدناهم حصة الماضية دول ومال مين دول دي القيمة اللي هي اكبر قيمة في البيانات اللي هيعطها لي هنوصل بينها وبين الطرف الصندوق هنا بخط مستقيم وديت القيمة الصغرى اللي هي اظهر قيمة عندي في البيانات هنوصل بينها وبين الربيع الادنى بخط مستقيم هذا هو تمثيل الصندوق والطرفين حج الصندوق بالخطين المستقيمين دول بيمسلولي اولاد هنا الصندوق بطرفيه وخط الاعداد يبين انتشار مجموعة من البيانات يعني التمثيل دهو بيبين لي نفس الكلام في مقيش التشتت انتشار مجموعة من البيانات تعالى نشوف على الواقع مثال ازاي نحله هو التمرين صفحة 166 يا شباب رقم 6 هذا هنحله مع بعض بخطواته وان شاء الله تكون سهلة وميسرة معه هذا التمرين اللي احنا قلنا رقم 6 من صفحة 166 بيقول لي مثل مجموعة البيانات اللي اتيها بالصندوق وطرفيه البيانات اهيه انا احنا اخدتها من الدرس اللي هو من الملائن السؤال ونرتبها بداية ترتيبا اهو تصعوديا اصغر قيمة وارتب وارتب لغاية ما اوصل لاعلى قيمة طيب عدد البيانات بيتوقف لو كان فردي او زوجي البيانات لو عدناها اللي جاية اولاد احداشر قيمة احداشر قيمة معنى ايه يعني خمسة وخمسة عشرة واحد يبقى ايه احداش يبقى هنسيب خمسة على اليمين وخمسة على اليسار ا firmحل لاجي اللي في النص بالظبط هي ده الوسيط اللي رقم تمانية وثلاتين عبا القيمة تمانية وثلاتين هي دي الوسيط بيانات بتاعتيا طيب عليه من الوسيط كم قيمة خمسة اذا هناخد القيمة صلém اللي في النص بالظبط اللي هي الربيع الادنى وعلى اليسار نفس العدد خمسة في نصفهم مين هي القيمة واحد وكامسين هي دي الربيع الاعلى طيب المادة الربيع زى ما خدنا نحسا الماضية هي الاعلى ناقص الادنى يبقى واحد وخمسين ناقص اتنين وتلاتين طلع على تسعة عشر طيب القيمة التانية اللي احنا اتفاجنا حنعوزها اللي هي القيم المتطرفة سوال الصغرى او الايه العظمى كيف اجيبها لو انتوا فاكرين القانون بتاعي اننا بجيب المدى الربيعي واضربه في واحد ونص اهو تسعة عشر حج المدى الربيعي واضربها في واحد ونص طلعت تمانية وعشرين ونص طيب اطرح منها اللي بيع الايه الادنى واجمعها مع الربيع الاعلى هنا طلعت الكامل في الطrou الثلعة للثلاثة والنص وفي الجامع طالع الhi79 نص لو رحنا للبيانات هل ثلاثة ونص دي بالنسبة للبيانات موجودة قبل القيم قال الله ده بعد قيم اذا ما في القيم وهي ايه قيمة متطرفة بالتسعة والسبعين تسع والس timely هل موجودة قبل القيم هنا قال الله موجودة قبل القيم مش موجوده اذا لا توجد قيم متطرفة تعالوا ابقى نمثل الصندوق اول شيء في الصندوق هو الوسيط اهو كامل الوسيط يا اولاد اهو هلنجح الوسيط ثمانية وتلاتين بعد ما مسلت بالمناسبة خط الاعداد اهو رسلته والقيم عندي من خمس من ستة وعشرين الين اه خمسة وخمسين هلنجول مسلا هنجطع القيم هذه من خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين لغاية مسلا ستين تعال بقيم يا بقيم انا نجيب الوسيط يا الله الوسيط هو تمانية وتلاتين حنجي فين تمانية وتلاتين على الخط limo acordهاة اللعبة ربع الادنى ربع الادنى عندي بساوي اثنين وتلاتين حنجي عندن بين 30 والخمسة وتلاتين هنا ناخد دايرة ربع الاعلى الربع الاعلى بسو الاخمسين فاني الواحد وخمسين بعد الخمسين بشوي هنا ناخد الداية بعد كده هنجفل الصندوق بتاعي بهذا الشكل الوسيطة هو الداخل الصندوق طيب باجي القيم فاني يا استاذ باجي القيم خمسة وخمسين هناخد خط مستقيم من نهاية الصندوق من عند ربيع الأدن الأعلى إلى خمسة وخمسين ها التانية في كام ستة وعشرين بعد الخمسة وعشرين ناخد ده اوصل خط مستقيم وبالتالي بقى انا كده رسمت الصندوق وطرفي هذا والطرفي من الحق الصندوق هذا اللي احنا عايزينه بداية طيب تكملة الدرس بتاعنا بيقول لي كيفية تفسير البيانات باستخدام الصندوق وطرفيه جال ان انا في المثال هذا بتاع كرة القدم ده مسل للصندوق هون الصندوق ده اولاد قدامي ممثل بكم جزء تقل ب اربع عجزاء هذا ربع البيانات هذا الجزء بمثل ربع التاني للبيانات وده ربع التالة للبيانات وده الربع الرابع للبيانات هذا اقل ربع هذا ن executing يبدأ النص الاصغر من هنا التلت تربع كده اللي هو اصغر تلت تربع وهذه الربع الأكبر عندي في الصندوق وهكذا ولذلك أنا لما يقول لي تاني برضو من نوع أنواع التفسير نخدها بسرعة كده لما يقول لي قارن البيانات بالاعتماد على تمثيل الصندوق وطرفيه المزدوج أدنى والذي يبين أطوال مجموعة من الأطفال الرضع زو الأعمار المتساوية بنين وبنات هيمثل لي بنات بصندوق وطرفيه وصندوق تانا هيمثل لي أطوال البنين بالصندوق وطرفيه إيه السؤال اللي هو بيسأله لي هنا؟ بيقول قارن بين أطوال كلا الجنسين تعالوا ودينا هنا يا أولاد هنلاقي البنات أهو عند الربع الربيع الأعلى للبنات عند مين؟ عند السبعة وستين سنتين كلهم أصغر يعني معنى كده ربع اتنين تلاتة معنى أن تلات تربع البنات أطوالهم أقل من سبعة وستين في المية ودي الكنوة لما يقول لي مما يعني أن أطوال خمسة وسبعين في المية منهن أي أطوال البنات يسوي سبعة وستين سنتين أو أقل تمام كده؟ فين البنين؟ أهو الربيع الأدنى للبنين ستة وستين والبنين كله ناحية الأعلى ولذلك لما يقول لي هنا نلاحظ أن أطوال خمسة وسبعين في المية منهم اللي هو أطوال البنين يعني هو ستة وستين سنتين أو أكثر هذا معنى اللي أنا بستفيد من التمثيل بالسندوق وطرفيه وده اللي احنا محتاجين من دفسنا هذا جزاكم الله خيرا ويسر الله لكم وجزاكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته